هذه هي الأصفاض والسلاسل والمكان الذي تم فيه تعذيب القواتيين أمام سامير جعجع وفي مكان اعتقاله في الرابع العشرين من نيسان الف تسعمية واربع وتسعين يومها كان لبنان تحت الوصاية السورية فتم اعتقال سامير جعجع بعدما اتهموه بتفجير في منطقة مسيحية في لبنان وقد ثبتت برأته منه في المحكمة إنها المرة الأولى التي تتمكن من خلالها كاميرا التليفزيون الإيطالية من الدخول إلى مجسم الزنزانة أو ما يمكن تسميته مكان إقامة سامير جعجع بين 21 نيسان 1994 وحتى 26 تموز 2005 في هذه الحفرة الخالية من أي شيء وضع سامير جعجع أول يومين حفرة معدومة من أبسط الأمور وهي تمثل الزنزانة في أقبية وزارة الدفاع في بيروت حرموه من كل شيء ولكن لم يحرموه من حرية المقاومة من داخل هذا المكان المريع من خلال صلواته وتأملاته وقراءاته وعلى مدى 11 سنة وثلاثة أشهر حيث أخضع للتعذيب وحيث اقتيد العديد من القواتيين أيضا واعتقلوا وعذبوا وهم مناصر وأعضاء القوات اللبنانية الحزب المؤلف بغالبيته من المسيحيين وفي صباح 26 تموز 2005 بعد انقضاء 11 عاما وثلاثة أشهر خرج سامير جعجع إلى الحرية مجددا وهو اليوم يستكمل نضاله السياسي من خلال أكبر كتلة في مجلس النواب اللبناني وهي مؤلفة من 19 نائبا وهو مستمر في مواجهته ليشرح للناس وللخارج أن لبنان متجه إلى حرب كبيرة علينا أن نعمل بكل قوة وطاقتنا لتجنبها وبأي ثمن